أمام مؤتمر حول نزع الأسلحة طرعه الأمم المتحدة قال هان تاي سونغ سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جينيف إن العلاقات مع الولايات المتحدة ستتطور بشكل رائع وبواتيرة سريعة إذا استجابت الولايات المتحدة لجهود بلاده باتخاذ تدبير جديرة بالثقة وما يقترن بها من إجراءات عملية وأضف هان أن بيونغ يونغ ستواصل العمل على تأسيس آلية سلام دائم وراسق في شبه الجزيرة الكورية وتبع هان أن القمة التي عقدت في يونيو حزيران الماضي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى تحول هائل في العلاقات التي كانت الأكثر عداء على وجه الأرض وساهمت في ضمان السلام والأمن على شبه الجزيرة المقسمة ترجمة نانسي قنقر